النهاردة كان عندنا ضيوف من مبارح سلطان البهرة في الهند سيف المفضل وكان موجود وزار الرئيس مبارح في قصر الاتحادية ورئيس استقبله هو وأولاده كان معهم اللي هو عباس كامل والنهاردة هذه العائلة وهذا السلطان وبيصحبهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي معاه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير أوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وخلد عبدالله المحافظة القاهرة حيث افتتاح التجديدات والترميمات التاريخية اللي حدثت لمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هذا هو المسجد بعد ترميمه وتجهيزه وتهيئته والرئيس داخله بيتفقد هذه التجديدات ومعه سلطان البهرة اللي سهمه الحقيقة يعني سهمه مساهمات ساخية في هذه الأعمال والتجديدات اللي شهدتها مراقب آل البيت اهو ازا ما انتم شايفين حضرتكم في الصورة سيد الرئيس ومعه سلطان البهرة ومعه رئيس الوزراء ووزير الاوقاف ومحافظة القاهرة ورئيس الاهل الهندسية يعني اللي بيظهروا في الصورة قدامي وبيتفقد ما جرى وما تم من تطوير في مسجد السيدة نفيسة سيدة نفيسة معلوم ومعروف انه اللي بيدخل مسجد السيدة نفيسة بيشعر بالارتياح دايما في ناس تقولك يعني عندنا حتى بالفي يقولك انه انه اللي مخنوق يروح للسيدة نفيسة والناس اللي عندها شعور بضيق يروحوا للسيدة نفيسة فكانت ومزلت السيدة نفيسة كقيمة وكقدر وكمنبت وكأصل يعني كل شيء بيؤدي في النهاية الى عملية الراحة النفسية راحت القلوب راحت القلوب في مسجد السيدة نفيسة يعني السيدة نفيسة دعت لأهل مصر كلهم وقالت لهم نصرتمون نصركم الله أويتمون أواكم الله أعنتمون أعانكم الله دعوات لمصر وقالت وجعل الله لكم من كل مصيبة مخرجة دعوات السيدة زينب الى المصريين وادئ السيدة نفيسة للمصريين بقول تاني انه ده شق من جزء من أجزاء القوة الناعمة المصرية يعني بتكلم هون الاول مراقد البيت لما اجي بتكلم بقول ايه مصار العائلة المقدسة اقول ال البيت في مصر اقول مراقد ال البيت في مصر اقول انه ده كده المصارع المقدسة ومراقد ال البيت في مصر قوة ناعمة ويعني اصطفاء الهي لمصر لما اقول انه ربنا خلق هذا الكون لما اتكلم تجلى فوق طور سيناء فقط العالم كله الكرة الارضية كلها الكون كله لم يتكلم فيه رب العزة ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى في طور سيناء كلمه الله سيدنا موسى فين؟ في طور سيناء لما يجي عندي طور سيناء وعندي مصارع الى المقدسة يعني سيدنا موسى في في سيناء في مدينة الطور في جبل الطور لما اكلم ربنا ونجاه وايضا سيدنا عيسى والسيدة مريم في مصارع المقدسة ومراقد ال البيت اللي موجودين من ناس للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني مصر في الاخر ده الشاهد مبروك ومبارك وزي ما قلت حاضنة وزي ما قلت دافئة ولن يشعر بدفئها وحضنها الا المحبين العاشقين اللي بيذوبوا عشقا في هذا الوطن في هذا البلد بدون مقابل بدون فواتير بدون نقاش او بدون جدال او بدون شروط لانه فيه ناس بتاعبود الله على حرف وفيه ناس بتحب الاوطان على شرط كل دول يعني مش هما المقاصلين بالكلام بتاعنا في جو في جو رائع قدامنا يعني الحقيقة فعلا يعني ربنا يعني يحرص هذا البلد ببركة الناس دي والله ببركة الناس دي وانا باعرف ناس كتير جدا 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 وبس ما انت تجدولك اروح ازور السيدة نفيس لاني كذا لاني كذا فبقول يعني هي الامور يعني طبعا كل كل هؤلاء كل هؤلاء اللي في المراقد وكل هؤلاء الصحابة ولا كل هؤلاء التابعين ولا قلى البيت مش وصيط بينك وبين ربنا ابدا طبعا عشان ما يستعدش حد يقولك شفت بيقول ايه ده الصفية تجزرت وغيره بقول ان الصفية ان الواحد يبقى فعلا مجرد مخلص نظيف فكرة انه البحث عن وسيط وراح اقول يا سيدة زينب او يا سيدة فيسة او يا حسين لا طبعا واذا سألك عبادي عني فاني قريب ده ربنا كل حاجة يقول للنبي